لوين رايحة يا غبية بدون ما تفكري بشي؟ إذا بدك تتزوج ينضمي لهذا الفريق، فهمت علي؟ وينك؟ الفدية وينك؟ تعالي نضمي لفريقنا، نحن فريق جيمس بوند، وأكيد رح نفوس إذا نضمت فدية لفريق العريس، نحن رح نتحمل تكليفنا لحالنا ونحن بحاجة لمصاريف كبيرة هيدا، من وين رح ندبر مصاري للعرس؟ لازم فدية تنضم إلنا يلا فدية تعالي لهون، نضمي للفريق تبعنا حبيبتي فدية، تعالي نضمي إلنا إيه بنتي، بالنهاية أنت قريبت العروس، وما لازم تروحي لهنيك، تعالي لعنا، يلا بنتي فدية، ما تسمعي كلام حدا، نضمي لفريقنا حبيبتي فدية، مو أنا بمقام أمي، وشالو بمقام أختي؟ كيف ممكن تروحي على الفريق الثاني وتستغني عنا؟ بأهم مناسبة إلنا، تعالي لهون ساهر، لو سماحت خليني روح على هذا الفريق لا بكل الأحوال أنا رح أكون برات البيت، ومع هيك رح أجي شوفك صبح ومساء، بوعدك رح تخليني روح ما؟ لا كلها شغلت ثلاثة أربعة أيام، وبعدها رح أبقى معك دائما طيب، 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 مثل ما بدك بس ما تنسي الوعد اللي وعدتيني يا، إنك رح تجي تشوفيني صبح ومساء آه، أكيد، ما رح أخلف فعدي إله آه، فدية، بنتي الوحيدة رح تتزوج ونفرح فيها قريباً، وعريسة من عيلي راقية، لهيك بدي تشتريلي شوي تتياب من قماش الحرير الطبيعي اللي فيه لمعها، لازم ألبس منه، لأظهر بمظهر لائق، وشوف حالي قدام العالم آه، شو رأيك؟ هيك رح كون مميز بالحفلة، ما هيك؟ بنتي، لو سمحتي بدي منك كمان جي بيلي ساعة دهب لحتى صير بكامل أناقضي على الآخر، انتي بتعرفي شو هدفي، لازم بيّن من عيلي محترمي وراقي قدام الناس، شو هي ما؟ وبدنا كمسار يكونوا حلوين للعرس، وعقدين وجوهرات يكونوا مثل بعضهم، وعدة مكياش غالية ماشي ايه فدية، وأنا بدي تشتري لي شي مميز على زوائك، بدي شي عشر فساطين ايه؟ وبدي تشكيل الكنزات وبجامات يكونوا حلوين كتير ولازم يكونوا كلهم من الحرير الطبيعي، مو شو ما كان، وكمان ما تنسي جي بيلي، كم بانطرون جنز وكم تنورة ليكي بنتي، انتي رح تتذكري كل شي بدنا ياو، اللي بتحبي اكتب لك كليستا فييون ما في داعي للليستا، شباب مو محفظين كلهم كم غراض، اكيد رح تتذكرون بسهولة، مو فدية؟ اكيد مرت عمي، يا ربي ساعدني، هدول بدهم مصاري كتير، من وين بدي يجيب مصاري لحتى اشتري كل هالغراض؟ فدية؟ تفضل تفضل مساء الخير، ممكن احكي مع فدية دقيقة واحدة على انفراد، من بعد سنكون اذا ما في ازعاج الفر اه، اكيد خد راحتك، خلينا نمشي يلا، بخاطرك اه، فدية هدول شوية مصاري خديون ما في داعي أبداً خلاص خديون انا ما عطيتك ياون قدامون لحتى ما يشعروا بالإهانة ويحسوا حالاً انه أقل منه اشتري كل شي بيحتاجون، لو شو مل كان اه؟ اه تفضلي خدي هون وبالمناسبة، اياكي تخجلي او تترددي، طلبي مني اي شي بتحتاجي هم؟ شكراً كتير، عنجاد انا ما بعرف كيف فدي اتشكرك وما بعرف كيف فدي عبر لك عن امتناني لحضرتك بالنهاية هدول مصاريكي ومن حقك انتي يلا، انا بستأذن بنتي فديا؟ حفظتي، بصراحة انا نسيت قللك عن شغلة مهمة تفضلي وأنا كمان وأنا كمان وأنا كمان يعني، انا بدي تشتريلي شوية اكسسوارات ابنتي، وأنا كمان في شغلة مهمة وضرورية نسيت قللك عنها بدي اياكي تشتريلي صبات جلط طبيعي يكون ماركة جيدة وممتازة ارتاح بالمشي اكتر واكتر فيه لانه هادا النوع راح يحسن لي مشيتي كتير صحي فديا؟ بدي اياكي كمان تشتريلي فرن مكرويف يكون مكفول وأصلي لحتى يظل الأكل ساخن وما يبرد أبداً سيد المحيط، البيت راح يكون مش عشع بالقضوية وراح يدقوا على الطبول ويذنوا ويرقصوا وراح يشعلوا ألعاب نارية وراح نركب على الحصان أنا وأخي شينو راح نرقص أنا وياك، ماشي؟ وراح يضيفوا حلويات طيبة سيد الهند، ليش فديا؟ ما أجلت لحد هلا؟ سيد المحيط، معناته أنت ما كنت عم تسمعني منيح، وما عرفت عن شو حكيت أنا آسف سيد الهند، أنا، أنا كنت عم أفكر بفدية كل الوقت هي وعدتني أنه، أنه راح تجي تشوفني صبح ومسا، ولسه لهلق ما بيّنت وفوق هيك ما حد عم يسمح لي روح على البيت البراني لأشوفه سيد المحيط، لحظة، أنت تكبر الموضوع عم تحكي كأنه فديا راحت لمكان بعيد البيت البراني ليكو جنفنا، وقريب هي وعدتني، أنه تجي تشوفني صبح ومسا، ولحد هلق ما إجيت إيه هاد حلو كتير يا سلام، هاد اللون كتير حلو وهي التنورة، لونها مميز وبيجنين إيه، إيه صح؟ بلبسها لأشوف حالي كيف طالعها؟ آه إيه بس لا، كيفتي أعرف إذا البستها، وبركي ما طلعت حلوة علي؟ صحي فديا؟ البسيها أنت، وخلينا نشوف كيف تطلع عليكي ماشي، رح ألبسها لحتى تشوفيها تشوفيها يشوفيها تشوفيها شالو شو رأيك ماما شو رأيك حلوة لا لا ما أنا حلوة أبدا جربي هات زريف طالعة حلوة فعلا كتير حلو فتيا جربي هات كمان لو سمحتي خليني شوف أنا أحلى ليش ما أجت فيديا لهلأ؟ إذا هي ما أجت أنا رح روح لعنده وشوفها ايه أنا لازم روح وشوفها فوراً شالو؟ ها؟ بتشتري ثpis وتشتري هات كان ككتير حلو زريف مو ماما؟ ايه؟ ايه؟ يعني بتحب إنشتري هاد؟ لا فديا بطلبي بكرة طي Civ أكتر وأنا رح أختار شو بيعجبني؟ ماشي؟ فيديا، إليلي بلا أنا أطعب تطلع عليّ حلوة أكتر هاي القطع ولا هديك؟ صرت قلت لك مية مرة أنه أنه هاي القطع هي أحلى الشي هم؟ ورح تطلع حلوة عليكي عنجاد فيديا؟ هم؟ طيب معاشي يلا ماما يا رب دخيلك أنا وعادة ساهر أن يشوفه المسا فيديا فيديا، 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 فـا، فيديا، فـا، فيديا، ساهر، معغول، يا ربي، انت شو عم تعمل هون؟ أنا أجيت لحده شوفك، قلتي لي إنك رح تجي تشوفيني، وما أجيتي لحد هلّا، تعال! هلا بتوع! طلع! على مهلك! دير بالك! على مهلك! شوي شوي! شوي شوي! انت شو شعبك هيك من الشباك! على مهلك! ما اجيتي لحتى تشوفيني! قلت انا بجي! ايه ترا ساهر وين راح! قبل كل شي قللي! انت اخدت الادوية تبعك شي؟ ايه اخدتن! بالله عزاد عم تحكي! ايه ايه! طيب ليش هيك تشاقات وطلعت من الشباك؟ ما كان عندي اي خيار تاني! كان الباب مسكر! لهيك تصرفت مثل طرزان واجيت لعندك! انا ما فيني عيش بعيد عنك ولا ولحظة واحدة! لاني بجن! انت وعطيني انك راح تجي تشوفيني الصبح والمساء! هيك فيديا! وما اجيتي! لهيك انا اجيت! كان عندي شغل مهم وضروري كتير! بترجاك تسامحني! ما في مشكلة ولا يهمك! فيديا! في مجال نام عندك هون؟ انا ما بحب كون لحالي لاني بخاف! خد راحتك! يعني بقدر؟ ايه اكيد! شكرا! هرح بدل اتيابي واجيل عندك! ماشي؟ اوكي! ساهر؟ اه! بصراحة مالي قدراني فكرة بتعطي الفستان طبعي! لاني ما عم طولا! فيك تساعدني بيفكر؟ بتفكر لي ايهم؟ اوكي! تفضل اللي اشوف! ديري ضهرك! ذلك . وزيفك اني يجبك انيا شانت عاملة! بصرحيك انيا تمت مكتش بصرحيك انيا ustرحط تأذن مني الشي يلا رجع على غرفتك لشوف تحرك مو كأنه حضرتك فرطي نفوذك على ساهر أكتر من اللازم؟ وهو ما عاد قادري بعاد عنك ولو دقيقة؟ لأ وكمان إيدي ما عاد قادريني يفارق جسمك لأنه تعلق بهواكي وبحبك عم تفهمي شو عم قول بالضبط؟ فيديا أنت عم تقربي من أخي أكتر عم تسيطري عليه فكري ولولا مرة بعواقب هالعلاقة الحميمية إذا بتحبلي بسبب هالعلاقة شي مرة ما رح تكون شغلة بتستحق الاحتفال أبداً تعرفي ليش؟ لأنه أبن ساهر رح يجي كمان مثل أبو متخلف عقلي يعني فهمتي؟ لا؟ ابن الشخص المجنون رح يخلق مجنون مثله لهيك قبل ما تتقربي من أخي ما تنسي إنه هو مختل عقلياً ومو ضر بالمجتمع وبلا عقل زوجك مجنون فيديا وما بظن إنك حاب تجيبي طفل مجنون مثله وما بيفهم شي وبلا فائدة وأنا بعرف منيح إنه حالياً في شغلة واحدة بس جواة رأسك وهي إنك تجيبي وريس بأسرع وقت بس أنا ما أفكر بهاي الطريقة أبداً أختي صحيح أنت مجرد بنت سادقة وبسيطة ودرويشة فليش لحتى تفكري بها الطريقة الزكية وحتى لو كان عندك أي نوايا بشعة تأكدي إنه ما في شي رح يتحقق منها فيديا وأنت اللي رح تخسري لا زوجك رح يحصل على شي ولا حتى أبنك المجنون الثاني رح تقضي نص عمرك مع زوج مع توه مجنون على الأخير والنص الثاني مع طفل رح يدمر حياتك فديا فكري بعقله منطق شوي وما تتهوري إنطبق سموما فديا لا تحطي كلامها ببالك أبداً ليش هيșا بتعرف تعمل غير إنطبخ سموما ؟ فيديا أنت كمان بتتمني تكون زوجك ساهر مثل بقى زواج التعنيين مو بظبوطي اللي عم قوله لا أنا ما عندي هيك رغبة بنوب لأنه اللي أخدت أنا كان أكبر بكتير حتى منك الرغباتي وأمنياتي ما بتهمني الدنيا والعالم ولا أفكر فيهم حتى أنا بعرف أنه أجاني توفيق وبركة إلي من عند الله وأنا رح أضل دائما أشكر ربي بكل حياتي لأنه بعث لي هيك زوج وأنا مبسوطة كتير فيها أمي أنا بشكر ربي لأنه بعث لي هيك زوج ماما ليش هيك زار ليش الكلا؟ ليش الكلا عم بيضلوا يحكوا هيك شغلات ممنحة عن زوجي؟ ليش؟ ليش هو بيش وأزعهن أمي؟ هو شو طلبي يعني من هالدنيا؟ هو بس في الدرفاتي يعني 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 أنا أنا ما فيني يقدم له شي أمي ما قدمت غير وعوده له وأنا أنا رح أوفيه أكيد رح أوفيه بكله وعوده له وخليه هالعالم خليهن يقولوا يقولوا هي اللي بالدنياء أنا ما بيهمني أمي أنا أنا رح أوفيه له بكله وعوده له صدقيني بدي أسألك عن شغلي ساهر يعني شو فيه داعي إنك تروح لعند فدية وتقلة كل شي عم بيصير؟ أنت صرت كبير مو هي؟ ولا أنا غلطاني؟ طيب معناتها شو فيه داعي اللي تروح لعندك اللي شوي؟ ها؟ لأنه هي لطيفة كتير وحبابة كتير هي أحسن من الكلب هاد البيت وأنا كتير بكون مبسوط لما بكون أنا وياها ولأنه هي دائماً بتحكيلي حكايات لهيك أنا بروح لعندها يعني ساهر هلأ صار واقع بحبة لفديها وصار أنا لازم فكر بشي شغلة ولاقي حل قبل ما يكبر هالحب ما بدي شوف ابن فتيا وساهر بهالبيت ما بديها أبداً ما بديها أختي؟ أنتي بشو عم تفكري؟ أنا ما عم فكر غير بالشغل يا ساهر أوه؟ أختك في عنده شغل كتير تعمله يلا عنه تصبح يا رخي 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 أنا كل يوم الصباح اشتركوا في القناة انتي ما خلفت بوعدك للي شكراً تصبح على خير؟ يا رب باركنا وبارك هذا الزواج المبارك يا رب احميهم وبعد عنهم الحسد واجعل لهم حياة مباركة وجميلة وهنيئة يا رب باركة وجميلة وهي اشتركوا في القناة فيديا خلاص العرس خلاص ما معناتها أنه شينو والمجنونة صاروا زوجين انتبه لا تحكي هيك شي بعتذر أنا آسف أنا كل القصة أنه بس بدي أسألك إذا بديك ترجعي على البيت هلأ ما رح تضلي بالبيت البراني ما رح أرجع على البيت عن قريب سمعني الصهرنا رح يجي بأي اللحظة أقدم له خطور ماشي حاضر يعني أنا كنت عم فكر أنه العرس صار على عجلي كبيري لأنه ما عملنا كتير شغلات شو رأيك نبعتهم للعرسان على شي مكان زريف يقضوا فيه شهر العصان يعني حتى يقدروا يعرفوا بعضهم ويفهموا على بعض شوي إيه فكرتك منيحة ليك صهري؟ شو هو شهر العصان؟ لما أيا تنين بيتزوجوا بيروح العريس والعروس على مكان بعيد شوي عن العالة لا يقضوا شي كم يوم حلوين مع بعضهم هنيك أيا تنين متزوجين جديد بيروحوا؟ إيه سهر كل المتزوجين الجداد بيروحوا يا صهري بما أنه كل المتزوجين لكان ليش ما منروح أنا وفديا؟ هو شوف طيب إنسه هلأ أنا وفديا كمان رح نروح شهر عصان سوا مع شينو شالو بترجعك لو سمحت إذا أنيسي بيعطي إذن لسهر هو وفديا ليروحوا شهر عصان فممكن يتقربوا من بعض أكتر من هيك وممكن الله يخليك بترجعك حبيبي أنيس الأزواج بفضل يكونوا لحالهم بشهر العسل أنا متأكدة متأكدة إنه شينو وشالو بفضلوا هالشي خلص لفيا سندورا أنا متأكد إنه شالو وشينو ما عندهم أي مشكلة ما في مشكلة يروحوا مع بعضهم سوا ما والحقيقة رح يكون أحسن إذا بيروحوا الأربعة سوا مو هيك روح وبلش ضب غراضك لازم تروحوا اليوم نروح اليوم؟ ضب الشناتك؟ طبعا شكرا إليك هو هلاو عسل عسل شهر عسل 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 شهر عسل 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 شهر عسل هلأ بانتي صارت كنت هذا البيت هي رح تروح شهر عسل وفدية لما اتزوجت ما راح تشهر عسل فتشالو رح تروح أكيد نحن رح نستفيد كتير إذا هالقصة بتمشي بهالشكل دائم فدية إنت مبسوط؟ شو صارت؟ يلا ضب اللتياب؟ لشو؟ نحن لازم نروح شهر عسل لوين رايحي؟ هانيمون فدية هانيم الله يخليك عيدة ما بتعرفي شو معناها؟ لا شهر العسل شهر العسل معناته شهر العسل بدك تعرفي معنى شهر العسل ما؟ فيبقى لي معنا شهر العسل أنا كمان ما بعرف شينو شالو رايحين ع شهر العسل لهيك قلت لصهري أنيس أنه أنا وفدية بدنا نروح لهيك قال لي لازم ضب الشتناتي تبعي لحتى نقدر أنا وياك نروح معن أربعتنا لازم نروح إجازة أنت ضب الشتناتي بسرعة يلا رايحين ع شهر العسل ماشي؟ لك هانيم 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 شو؟ شو؟ عمض حضري لروحة شهر العسل كأمي ماشي سن ماشي هلأ أنت وساهر لحالكم على الآخر هاي شغلة منيحة بالمناسبة الشي اللي أنا قلته ما كان غلط بالمرة كل ما حاولتي تتقربي من ساهر تأملي بالشي اللي قلته ابن هداك المجنون كمان رح يكون مجنون متله فديا فديا أنت عن جد مقتنعة مو هيك يا حلوة هاي؟ يلا شو قلتي؟ سلم القرد القرد شينو؟ مشوارنا في كتير ملاعب رح نلعب كتير الرياضة ايه اخي في كتير ملاعب موجودة عنا رح يكون شي بسل فديا ما رح تشتغل اي شي رح نضل نتسلى كل نهار فديا رح اتضلي معي طول الوقت اتفقنا؟ رح علمك كيف تلعب كتير ميح مثل هيك رح اضل معك طول الوقت طيب امتى احنا رح نوصل؟ طولي باليك رحلي بالطيارة ساعتين بعدين رح نكون بالقوتيل خلال نص صاعة بس طيب انا بلشت مل من هلأ لهيك فديا كمان بلشت مل فينا نلعب هلأ شوي وينو نحنا بالسيارة شو رأيك؟ كريكت ما فينا نلعب هلأ بس فينا نلعب شي شغل تانية بتحبوا للعب غني غنية؟ ايه فينا نلعب غني غنية طيب ماشي مين رح يغني أول غنية؟ معلش معلش أنا أنا بغني شو رأيك؟ انتي رح تغني؟ ايه ايه غني خليني شوفك لاحظة خليني شوفك لاحظة خليني شوفك لاحظة يا ربي يا كريم أنا بها الفترة عم أتعرض لاختبار صعب هو عم يحارب مشان حياته بالمشفى بترجاك تنقذه بترجاك تنقذه حياته يا ربي تنقذه هه كط تعال سوريلي أنا لسه بدي لقطع لكي سوريلي هاد المشهد مهم كتير انتي لازم تبكي فيه وتتوسلي كتير لعبها المراية مشان يطول بعمر زوجك يلي بتحبيه فهمت علي؟ أنا بدي يشوف شوية عواطفة من القلب رجاءً بكفي أنا عملت كل المشاهد وأصلاً عملت هالمشهد الغبي فوقهم إذا عجبك خليه وإذا ما عجبك شيله لحقوني زوريلي شو عط تعصيب هاد ها؟ هي رح تقدي اللعطة يلا لاشوف يلعنك انت كيف تتجرق تحكي معي بهالشكل هاد سمع أنا ما رح صور أبدا رجعي لهون سوريلي رجعي لهون وأخيراً وصلنا يا فدية فدية شينو شالو يلا سوريلي قلتلك إنقلع فاكري للمرة الأخيرة فاكري منيح إذا ما بترجعي وهلق على موقع التصوير معناها عتبري مهنتك بالأفلام امتهت للأبد وخلصت وأنا جدي باللي عم بحكيه وبعد هيك حتى هداك المجنوم ما رح يقل فيكي روح نقلع سوريلي ما بترد على تهديدات أمثالك أنا ما رح ارجع على التصوير ولحظة بالنسبة لإيلي الأهم إني أقرب من ساهر وأنا بعرف كتير منيح كيف إني أعمل هالشيوب أسرع وقت هذا الخيال إلك يا فتيا إنتي وينك إنتي مرحبا مرحبا لكان شفنا بعض من جديد مو هاي مرحبا يا حلوة شلونك يا حلوة أهلين يا حلوة زر الطفي كان معناته زر الطفي كان معناته سوريلي 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 زر الطفي وهذا هو معناته سوريلي ايه؟ كمان مجنون بالحب شو ما نعلم؟ ساهر انت لساتك متذكرك الهاد كأنك ايه؟ انا ما نسيت شي ابدا بس انت نسيت كل شي بحلفلك بالله يا سوريلي اني متذكر كل شي بحلفلك عن جاد شي ممتاز شي لطيف اسمع منك انك متذكر كل شي صار وعن قريب كتير كمان انا رح ذكرك انت شو نسيت بحياتك كتير مليح انت رح تضلك هون بالفندق مو هيك؟ ايه؟ هلأ انا رح تضل هون حاليا هذا الحكب يعني انه هلأ في لاعب جديد رح ينضم له فريق بالكريكت اهلا وسهلا اهلا فيك معناته فديا كمان رح تكوني الكابتن وانت نائب الكابتن يلا اروح يلا امشي اصلا يا ساهر هاي الشغلي بالهند ما بتاكل كتير وقت معي لا ترفع من نائب الكابتن لكابتن بتصير بسهولة عن جد مو طبيعي أبدا ما عم تشبع عيوني من هالمناظر الحلوة مثل هيك محيط عظيم عظيم وهادي بنفس الوقت هذا محيط وأنا سيد المحيط ساهر برتاب سين ساعدا تطلع هناك تطلع هناك شو هدور شينو هدول سرطانات بس كتير صغار أجد يلا كمش لي واحد يلا دعا ديري بالك لا ترك دي تايل لهم فتيا تعالي لا ما فيني تعالي لا طيب مترجاكي لا لا يلا فتيا لاش عم تعمل فتيا أنا أول مرة شفتك بالمي ببضاعة ما كنتي خايفة ليش حاسي هلأ بالخوف هذا هو المحيط يلا تعالي تعالي لحظة لحظة شوي هذا الرمل عبيوقفني ما بدي خايفة ليك أنا هلأ خايفة كتير ليك الرمل عبيوقفني إلي كمان إذا الرمل عميوقفك أنا رح طالعك هاي شغلة بسيطة يلا امشي امشي لا أنا خايفة كتير فكرة أني رح فليك تغرأي معقول أبدا أنتي أنتي هلأ مرتل غالية أنتي هلأ ملاكي يلا بوعدك أنه ما رح خليك تغرأي بوعدك تعالي شي بيسلي كتير أركض يا سرطان جاي وراي لحظة أهلا أهلا بس ساهر أهلا شو صار؟ ما قدرتك مشو الصرطان هنن كتير صغار بس سريعين كتير بالركض شو صارت جاسين حلقة اكشن جاسين اقشف لعفك احسف جاسين يسو ريلي مرحبا سوريلي أهلي كتير منيح انك جيتي لكن انترساتك بطلة الفيلم تبعي ما في شك بها الشي انا بدي اعطيكي فرصة تاني ماشي فرصة مو انت عبتعطيني فرصة انا عم معطيك ياها انا مو بحاشته لهالفيلم الحقيقة هاد الفيلم وانت كمان اللي بحاشتي لهالسبب انا اجيت لكمل فيلمك اللي من الدرجة التالتة بس انا طبعا عندي شرط واحد لحتى تكمل الفيلم تبعك انت مضطر هلا انك تعتصر مني من سوريلي قدام الكافت كله لو سمحتوا سمعوني اجيت لهون من شان التصوير بس هلا لازم تكونوا عرفتوا انه مو منيح تلعبوا معي كله يادكم راح تشوفوا كلكن كيف المنتج الحباب راح يتوصل ويعتذر مني وقدام الكافت وقدام الكافت الورمسي راح تقصر وذلك نحن معك وبساعد مني راح موسيقى موسيقى يعني لازم اعتذر منيك مو؟ موسيقى موسيقى تروح هدف وإذا الفيلم بدو ينحط على الرف شو عليه نحط بس يترى أنا لازم أعتذر من هالمرة التافهة إذا أنا لميت هيلبنت من الشارع وخليتها ممثلة لحيصلى اسم وصاروا الناس يعرفوها بكل مكان بس للأسف هيلبنت طلعت فعلا ناكرة للشميل وبنت خدارة وأنا شدي باللي عم بحكي اليوم أنا رح قلع هيلبنت من موقع التصوير هذا تبعي يلي هون قدام عيونكم كلكم بكفي هالقدر من الاعتذار والألازم اعتذر منك شويتانية كمان بتحب يقول للكل شو كل اللي عملتي لحتى تغريني يا آنسة؟ شو الخطة يلي رح تتبعيه هلأ؟ نلعي نروحي مدهوري انتهينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة